أهلا بكم من جديد عدت الصين مجددا لتشغل بال العالم بعد انتشار مرض تنفسي بشكل سريع ومرعب وصف بالغامض حيث أصيب آلاف الأطفال بالتهاب رئوي لم يتم تشخيصه بعد انتشار هذا المرض يعيد للأذهان بالتبعية أزمة فيروس كورونا التي انتشرت من الصين أيضا أواخر العام 2019 وفي أمريكا أيضا تم الإعلان عن إصابة أكثر من 100 طفل بالالتهاب الرئوي في بعض الولايات مثل أوهايو على سبيل المثال فيما طلبت منظمة الصحة العالمية الصين أن تقدم مزيدا من المعلومات عن هذا الفيروس فما هي أعراض هذا الفيروس المخيف؟ ما هي خطورته؟ وهل يمكن أن يشهد العالم أزمة صحية جديدة؟ معنا من جناف كريستيان ليندر ماير المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية ومعنا داخل استوديو دكتور وائل ناصر استشاري أمراض الرئى والعناية المركزة في المستشفى الأمريكي في دبي نبدأ مباشرة من جناف مع المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية أهلا بك عبر قناة المشهد اليوم العالم أمام أزمة جديدة ومخاوف جديدة هل نحن فعلا أمام جائحة جديدة أو أنتم على علم بتفاصيل وأمور قد نضع فيها الرأي العام بشكل أوضح؟ شكرا جزيلا ونعم شكرا لإستضافتي من الجيد أن نتكلم عن هذا الموضوع لأن هناك الكثير من الارتباك في الإجمال نرى إذن زيادة مرض التنفسي في العالم ونرى هذه زيادة في هذا الوقت لأن هناك أطفال في سنة دخول إلى المدارس في الشمال حيث ندخل إلى شهر الشتاء ومن المتوقع أن نرى زيادة الأمراض التنفسية هناك إذن مرض الماكروبلازما الرئاوية وهو ليس مرض غير معروف هو مرض معروف جدا وأيضا قد يؤكد الطبيب الموجود معنا في السيديو أنه أن هذه الأنواع من الاتهاب الرئوي لديها أعراض بسيطة ومعظم الأشخاص الذين يعانون من هذا المرض إذن ليست عونا إذن السير لأنه يمشعرون بالتعب إذن ماكروبلازما الرئاوية ليست مرض من الواجب الإبلاغ عنه لوزارة الصحة إذن نبلغ عنه من خلال الحديث المتواصل مع الجهات ومع الدول ومع الصين والدول الأخرى إذن الإبلاغ عندما يرون زيادة في هذا المرض ونرى إذن زيادة هذا المرض في الأيام الماضية وهذا صحيح ولكن إلى هذا الحين نحن نتابع مع المستشفيات ومع العيادات وفي منطقة جنوب أسيا والمناطق الأخرى ولكن حتى الآن ليس مرض خطير نعم يعني أستطيع أن أقول أننا لسنا أمام جائحة ولسنا أمام مخاوف من جائحة مرضية جديدة على غرار كورونا تتطلب الوقاية العزل الإقفال الحزر والحجر وما إلى هنالك يجب أن ننتبه عن كلمة جائحة لأن جائحة يعني أن هناك مرض يتفشف في جميع أو عدة مناطق في العالم إذن عاسب نيسل يستطيع أن نصف تدخين كجائحة إذن كلمة جائحة لا تعني دائما أنه هو أمر خطير مثل كوفيد-19 إذن بالطبع فيروس كورونا كان مرض خطير ولا يدال ذلك ولكن تم وصفه كجائحة ليس لأنه خطير جدا ولكن لأنه تفشى على شكل واسع إذن من الممكن أن تتفشى المايكرو بلازما الرئوية لأنها تتفشت إلى عدد بلدان وهي معروفة في عدة دول وهي مرض معروف قديم مثل الالتهاب الرئوي إذن ليس مرض جديد يمكن معالجته وذلك من خلال إعطاء المضادة الحيوية ولذلك يجب أن ينتبه الأشخاص نعم إن شعرتم بالمرض يجب أن تذهبوا إلى الأطباء في الإجمال يمكن أن نقتل الأشخاص إن كان لهم أمراض إن كان هناك أمراض أو ضعف حيث تستطيع هذا الالتهاب الرئوي أن يزيد أو يفاكم هذه الأمراض أو الأعراض ولكن في الإجمال لا يقتل المايكرو بلازما الرئوي الأشخاص ولكن هذا يعتمد على الأشخاص ولكن في الإجمال لا لا يؤدي لأي وفيات لذلك يدعو النومونيا حيث يسير الأشخاص ولكن لأنهم لا يشعرون بالمرض الكبير نعم دكتور كريسيان حضرتك بصفتك متحدث باسم منظمة الصحة العالمية هل تأكدتم فعلا أن ما شاهدناه من مشاهد ومناظر لألاف المرضى في المستشفيات الصينية حيث بعض المستشفيات لم يعد يتساع لهؤلاء المرضى أن هؤلاء مصابون فعلا بمايكرو بلازما أو بأي مرض آخر ممكن الصين لا تزال لم تعلن عنه بعد هذه نقطة مهمة يذهب العديد من الأشخاص إلى المستشفيات أو لعداد بسبب هذا الالتهاب الرئوي لأنهم يشعرون بالضغط والتعب ولكن نرى أن هناك تفشي وعدد أشخاص يذهبون إلى العيادات وهذا بحد ذاته يضيف الضغط على نظام الرعاية الصحية لأنه بالطبع ليس هناك طاقة استعابية ولكن سؤالي سؤالي دكتور كريسيان سؤالي هل تأكدتم كمنظمة صحة عالمية أن ما يعاني منه المرضى في الصين هو فعلا المايكرو بلازما أو الصين يعلن عن مايكرو بلازما ولكن ممكن يكون هناك فيروس آخر كما حصل تماما في بداية انتشار كورونا أيضا في بداية تفشي فيروس الكورونا كما نعرف أنه تم مشاركة سلاسل هذا الفيروس إذا جميع العلماء في العالم ألقوا نظر إلى هذه السلاسل منذ البداية ومثل كل تفشي لأي مرض عندما نطلب الحصول على أي معلومات ويتم مشاركتها نستطيع أن نعرف ما هي هذه المعلومات وهذه ما تؤكده التقارير هي المايكرو بلازما رئوية دكتور كيسيان شكرا لك حضرتك المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية كنت معنا مباشرة من جونيف شكرا لتخصيصنا في هذا اللقاء وأعطأنا هذه المعلومات القيمة من قبل حضرتك شكرا لك وأعود إلى داخل استوديو مع ضيفي الدكتور وائل ناصر دكتور وائل بعد ما استمعنا إلى ممثل منظمة الصحة العالمية والذي قال أنه في فقرة معينة يستطيع ضيفك في استوديو هو الحديث عنها خصوصا فيما يتعلق بالعوارض كيفية الانتقال التفادي هذا الموضوع وما قد تؤدي إليه خصوصا أن معظم المصابين عم نشوفهم من الأطفال يعني عم نشوف الأطفال قد يصابون أكثر من البالغين خبرني بالبداية ما هي العوارض وكيف فينا نتفداها وهل تؤدي إلى الوفاة أو لا تعقيبا على مقال مساء الخير وشكرا جزيلا على استضافتي أستاذ توني هلأ المعلومات المتاحة من النصين أنه في حالات كثير من المايكو بلازما أو المفطورات الرئوية اللي هي نوع من أنواع الباكتيريا اللي عادة بتصيب اليافعين والشباب بمرحلة الكاليج أو المرحلة الثانوية أو الجامعة وبتعمل من زمان بتعمل طلاب مدارس الكاليج وأكتر وكمان في حالات إصابة بـ RSV اللي هو الفيروس الخلالي الرئوي اللي هو كمان من الفيروسات المعروفة اللي بتسبب أعراض التهاب الرئوي وأعراض كولد خاصة عند الأطفال يعني اللي بنقول له الجريب العادي هو أحد الجريب الجريب هي تسمية عامة لكتير فيروسات فالمايكو بلازمة هي بكتيريا أو جورثومي والـ RSV اللي هو أحد الفيروسات الاثنينة معروفين حتى ما قبل الكورونا طيب هذا تعريف عن الفيروس ولكن هل ينقل يعني مثل الكوفيد بينقل بالنفس صحيح بينقله بمعضي ممكن يكون هذا الفيروس وحتى المايكو بلازمة معضيه ومستر كريسين كان عم يحكي عن أنه الووكي النومونيا المايكو بلازمة بتعمل أعراض نومونيا خفيفة فبضل المريض عم يتحرك ويروح ويجي ما بتعمل عادة وفيات والشغل المطمئني من اللي عم نسمع الأخبار اللي عم تجينا من الصين على الرغم من الأعداد الكبيرة ما في تقارير عن وفيات يعني أعداد كبيرة واستشفاءات كبيرة كيف يتم العلاج بالأنتيبايوتك المايكو بلازمة علاج نوع محدد من الأنتيباياتك ممكنه فعال وعادة الاستجابة كتير منيحة نسبة الوفيات كتير قليلة لم تكن حالات نادرة إذا الطبيب مضعف مناعي إذا المريض مضعف مناعيا الـ RSV أو الفيروس هي علاج داعم لأنه مثل ما بتعرف أغلب حالات الفيروسية ما لا علاج محدد هل عم تتلقوا إصابات من هذا النوع؟ ولا كتير حتى نحن بالمنطقة هون في دبي عم نشوف حالات انفلونزة كتير وRSV كتير يعني فيروسين كمان معروفين ما قبل الكوفيد بيعملوا حرارة؟ وهل عم نشوف بيعملوا حرارة؟ شو هي العوارض؟ العوارض عادة عادة بتكون حرارة وهنعام حرارة أدي؟ يعني لما نقول حرارة يعني حرارة أربعين؟ ترتفع كمانا وثلاثين ونص تسعة وثلاثين وثلاثين هيك شي أدي بتضل؟ وبتضل عدة أيام لأسبوع أو أسبوعين يعني بتضل عادة خمسة لسبع أيام تعب عام وهنعام قحة؟ ضعف كحة هلأ في تقارير عن الإصابات بالصين عم يقولوا ما في كتير كحة يعني هذا التقارير الإعلامي إذا طبعا ما تأكدت وجع الصدر عم يقولوا وجع الصدر وديق التنفس ونقص بالأكساجين بس الأعراض ممكن تكون عامة مثل أي مرض تنفس هلأ في أحد التفسيرات لهذا الموضوع ليش عم نشوف هالحالات أكثر؟ لأنه تبدو الحالات أكثر من الأعداد اللي كانت ريبورتد ما قبل الكورونا أنه صار خلال آخر سنتين ثلاثة لأنه العالم كانوا يلبسوا ماسك كان فيه احتياطات شديدة فآخر سنتين ما شفنا حالات كتير RSV وإنفلوانزا وهالأشياء هاي فصار ما يسمى بالفجوة لعام الكورونا ممكن يكون عنده مناعة على هذا الفيروس؟ لا الكورونا يعني كل فيروس ممكن يعطي مناعة جزئية للفيروس نفسه وليس للفيروسات التانية هلأ عم يحكوا إحدى التفسيرات أني كنت عم أقرأ لأحد الأطباء المناعيين أنه آخر سنتين ثلاثة صار فيه فجوة مناعية من سمية immunity gap آخر سنتين ثلاثة ما حدا نصاب بالإنفلوانزا ما حدا نصاب بالRZV ما حدا نصاب بالمايكوب راحت المناعة فراحت المناعة ومعت فيها المناعة فهلأ العداد بعد أول فتح صار فيه انتشارات أكثر بينعمل للفلو والجريب هلأ للأسف الانفلوانزا بيحمي ضد فيروس محدد هو الانفلوانزا هلأ لكي لأحد هاي الفيروسات اللي هو الRZV صار فيه إله لقاح حديثا وعم يقوله فعاليته 80% أو شيء بس إسا ما صار روتينيا بنعطى على مجال واسع يعني كل ما يحكى عن تخويف ورعب أنه نحن جايين على جائحة جديدة وضحتوه اليوم حتى الآن منا هوني وعلى أغلب لحد الآن المعلومات المتاحة لنا من قبل وسائل الإعلام ومن قبل التقارير اللي انتشر بأنه هاي كل هاته فيروسات معروفة مسبقا ما قبل الكورونا معمول علي دراسات معمول علي ويبدو أنه عم نشوف حالات أكثر من نعتاد بسبب لأنه انفتحت العالم شوي ما بعد الإغلاق كورونا والمناعة كانت خافة كمين والمناعة كانت خافة فهلأ عم نشوف حالات أكثر بس لا يمنع الواحد ياخد احتياطاته هلأ الهند مثلا نبهت كل المشافي لينتبهوا ويتأكدوا من جاهزية المشافي لأنه بالأخير إذا الواحد معه فيفر لازم ما يروح مثلا واحد عنده ولد صغير بدلا ما يبعثه على الحضاني صار فيفر يحليم البيت عندما أقولي باللبنان أنه كتير مشهورة صارت قبل الكورونا نقالت وقبل الوضع الاقتصادي اللي نهار نقالت وقبل الوضع السياسي اللي نهار كان دايما يطلعوا يبشرون لا داعي للهلع وكلمة لا داعي للهلع كنا نعرف أنه في كارسي وراءها في مصير وراءها هذا في لبنان أما هون فينا نقول بعد الإسمعانية من ممثل منظمة الصحة العالمية ومن الدكتور وقل ناصر الاستشاري لأمراض الرئة والعناية المركزة في المستشفى الأمريكي فينا نقالكم لا داعي للهلع اشتركوا في القناة